مرة أخرى البلدة القديمة في نابلس هدفاً للاقتحامات الاحتلالية تحت جنح الظلام قوة خاصة احتلالية اقتحمت حارة الياسمينة وحوش العطعوت وأطرافاً من المنطقتين الغربية والجنوبية للبلدة القديمة وسط نابلس ودهمت عدداً من المنازل عاثت فيها خراباً ودماراً قبل أن تعتقل شابين وتفرج عنهما في وقت لاحق طلوا على السطوح ونزلوا على البيوت البيت التاعي وتاع الحج تاع الوالد كل واحد طبعاً حطوا ببيته حلا بعد مدة فترة معينة جنود تانين أخذوني أنا والبنات وامهم طبعاً أخذوا الجوالات تاعتنا كلها وعلى دار الحج اتفاجأنا طبعاً أنه يجي ضوى علينا بالكشاف وقال لابن المهندس عبد الفتاح امشي معناه وتم اقتياده إلى معسكر حوارة وتحقيق معهم ميداني وبعد ساعتين من زمن تم الإفراج عنه يكثف الاحتلال في الأوينة الأخيرة من عدوانه على البلدة القديمة حيث دأب على اقتحامها بقوات كبيرة من جيشه واستهدافها بالأسلحة الثقيلة والقذائف الصاروخية وهو ما يهدد حياة نحو 20 ألف نسمة نحن معرضين بأي وقت للاعتقال أو الإصابة أو الموت طبعاً الرصاص لا يفرق بين مدني وبين مقاون انت نايم ضارك ما بتعرفش اللي عب يصير تلاقيهم فوق روسك يصاعد الاحتلال على نحو خطير من سياسة الاقتحامات واستباحة المدن والبلدات الفلسطينية ضارباً بعرض الحائط المواثيقة والقوانين التي تحضر عليه ذلك والتي أسفلت في كثير من الأحيان عن ارتقاء شهداء ودمار وأضرار كبيرة بكر عبدالحق تلفزيون فلسطين نابلس